بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة ذكرت عبارة بني آدم في القرآن الإنسان أيها الأحبة أو بني آدم أو سيدنا آدم خلق على سبعة مراحل الطين حسب نص القرآن سورة المؤمنون الطين النطفة العلقة المضغة العظام اللحم الخلق الآخر سبع مراحل هي مراحل خلق الإنسان العجيب أيها الأحبة أن الله عندما أنزل القرآن جعل عبارة بني آدم تتكرر في القرآن كله سبع مرات بعدد أطوار الخلق والله لا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله